السيد الرئيس الحضورة الكرام تشهد مصر في السنوات الأخيرة نقلة غير مسبوقة كما وكيفا في عمارة بيوت الله عز وجل وتعنى وزارة الأوقاف عناية خاصة وبالغة بإعداد وتأهيل الأئمة من خلال برامج متعددة في أكاديمية الأوقاف الدولية وغيرها ولا يقتصر دور أكاديمية الأوقاف عند تدريب وتأهيل أئمة الوزارة بل صار لها مكانة عالمية كبيرة في تدريب الأئمة والواعظات من مختلف دول العالم كما يتوج جهد وزارة الأوقاف بالكثير من المؤلفات والتراجم في قضايا التجديد والفكر المستنير كلمة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم يبعثون سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزعاء فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحضور الكريم يطيب لي أن أهنِّئ حضراتكم جميعًا بهذه المناسبة العظيمة مناسبة الاحتفال بليلة القدر سائلًا الله عز وجل أن يبلغنا جميعًا إياها وأن يجعلها ليلةً مباكة علينا وعليكم جميعًا على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين وبعد فقد أنزل الله عز وجل كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه على خير خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ وصفها الحق صبحانه وتعالى بأنها ليلةٌ مباكة إكرامًا لنزول القرآن الكريم بها وجعلها صبحانه وتعالى خيرًا من ألف شهر وكأنه صبحانه يلفت أنظرنا إلى اختصاصنا بهذا الكتاب وتلك الليلة مما يستوجب منا شكرهاتين النعمتين وما اجتماعنا هذا احتفاءً بليلة القد وتكريمًا لأهل القرآن إلا مظهرٌ من مظاهر هذا الشكر في دولةٍ خدمت القرآن الكريم وتربعت على عرش تلاوته جيلاً إسراجيل وجعلت من تكريم حفظاته وإكرامهم خطًا ثابتًا لا تحيد عنه من جيل العمالقة الشيخ محمود خليل الحسي والشيخ عبدالباصط عبدالصمد والشيخ محمود صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البناء والشيخ مصطفى إسماعيل وغيرهم من عشرات القراء الذين بلغت أصواتهم عنان السماء إلى جيلٍ معاصر إلى جيلٍ معاصر لا يقلُّ شأناً ولا ضاجةً ولا أداءً عن هؤلاء العمالقة وإني لأؤكد سيادة الرئيس أننا نقدم بين يدي سيادتكم اليوم نمازج مشرفة من بين عشرات بل مئات الأئمة وغيرهم الذين وصلوا في الحفظ والإتقان إلى مستوىً لا ينافسون فيه من واقع امتحاناتٍ واختباراتٍ طاقميةٍ ومتعددة أهلتهم لتلك الدرجة من الإتقان فضلاً عما منَّ الله عز وجل به على بعضهم من صوتٍ ملائكيٍ عذ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء كما يشوف اليوم بتكريم سيادتكم سلاسةٌ من أسرةٍ واحدة هم سلاسةٌ إخوة جميعهم من كبار الحفظة وهي أسرةٌ من بين سبع أسر فازت في مسابقة الأسرة القرآنية التي أقيمت لأول مرة هذا العام ولم يقف فينا الأمر عند حدود الحفظ كما وجهتم وتوجهون دائماً فقد ضمنَّا مسابقاتنا القرآنية جانبًا من تفسير القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة وأقمنا لذلك مسابقاتٍ خاصة وعنينا بترجمة معاني القرآن الكريم فتم الترجمة هذا العام فقط إلى سلاسة لغاتٍ جديدة هي اللغة الأردية واللغة اليونانية وقد تم اطباعتهما ولغة الهوسة وهي قيدة طبعي وستصدر خلال أيامٍ بإذن الله تعالى ونواصل في بقية اللغات بمختلف الألسنة وقد رعينا في هذه الترجمات ما وجهتنا سيادتكم به من الإشارة في مقدمة هذه الترجمات إلى أننا اجتهدنا أقصى طاقتنا في تقريب المعنى مؤكدين أن هذه الترجمة تأتي في حدود فهمنا للنص القرآني وقداتنا على نقله إلى اللغة الأخرى ويبقى للنص القرآني عبقه وأصالته وعطاؤه الذي لا ينفد والذي لا يحيط به بشر فالقرآن الكريم معطاء إلى يوم الدين يعطي كل جيل بمقدار عطائهم له وعنايتهم به وخدمتهم إياه فهو الكتاب العزيز الذي لا تنقضي عجائبه ولا يحيط به عالم مهما كان شأنه وهذا من عظيم إعجاز القرآن الكريم ووجوه صلاحيته لكل زمان ومكان إلى يوم الدين وواجبنا إنما هو إعمال العقل في فهم النص في ضوء فقه الواقع ومعطياته ومستجداته في كل ما هو محل للاجتهاد من أهل الاجتهاد والنظر والفهم الصحيح المعتبر وهنا أؤكد على أمرين الأول أننا لم نحتفي بالقرآن الكريم حق لإحتفاء إذا لم نتخلق بأخلاق القرآن ولم نتأدب بآدابه فعلينا أن نعمل على تحويل معاني القرآن إلى واقع حي في سلوكنا كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض الأمر الآخر أن عنايتنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تأتي من منطلق إيماننا بكتاب ربنا عز وجل فهي المصدر الثاني للتشعيع ولاغنا عن الضجوع إليها في فهم ديننا وتطبيقه فمن الذي علمنا وبين لنا مثلاً أن صلاة الصبح هكعتان وصلاة المغرب سلاسة هكعات وبين لنا أنصبة الزكاة وعدد أشواط الطواف والسعي وعدد مرات الرجم وتوقيتاتها إنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ينقلني إلى النقطة الأخيرة في حديثي وهي عناية سيادتكم بإعداد جيل من الأئمة المفكرين القادرين على قيادة الرأي الديني العام المستنير المنضبط بلا إفعاط أو تفريط متسلحين بأعلى الدرجات العلمية والتأهيل العلمي والفكري والثقافي الذي يجعل منهم بحق حملة مشاعر الفكر المستنير وبناة الوعي الرشيد الذي يسهم في تقدم الأمم ويقيها ويحقق لأبنائها سعادة الدرين فعملنا في ضوء توجيهات سيادتكم ورعايتكم بخطة ثابتة في مجال التدريب والتأهيل من خلال برامج متعددة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تلك الأكاديمية التي خرجت أربع دفعات وتستعد لاستقبال الدفعة الخامسة وكذلك بالتعاون مع مشيخة الأصغر الشريف من خلال دورات التمييز الدعوي المشتركة بوعاظ الأصغر وأئمة الأوقاف بأكاديمية الأصغر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى ومن خلال التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومع أكثر من عشرين جامعة من الجامعات المصرية المختلفة والعديد من جهات ومؤسسات الدولة المعنية بالتدريب وبناء الوعي ودفعنا بأكثر من خمسة آلاف إمام حتى الآن في مجال الدراسات العليا وانتهينا بفضل الله عز وجل من وضع التصور الأولي للبرنامج المتقدم الذي وجهتم سيادتكم به لإعداد جيل متميز من الأئمة المفكرين القادرين على الانطلاق في مجال الاجتهاد بما يجدد لهذه الأمة أمر دينها من منطلق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يبعص الله عز وجل لهذه الأمة على رأس مئة كل عام من يجدد لها أمر دينها وإذا تبنيتم سيادة الرئيس الدعوة المتكررة إلى تجديد الخطاب الديني وتصحيح مساره فإننا نؤمل أن يتم الله عز وجل ذلك على أيديكم بتبنيكم ورعايتكم هذه النخبة وهذا البرنامج الذي وجهتنا سيادتكم بإعداده وقيد العرض على سيادتكم هذا البرنامج الذي يعد إن شاء الله نواةً لإعداد جيل جديد بل أجيال متتابعة من أئمة وعلماء المستقبل شديد التمييز بحيث يكونون قادرين على الاجتهاد في فهم مستنير لأصول ديننا من جهة وواقعنا المعاصر من جهة أخرى وعلى الربط بين هذا وذاك وإنزال الأحكام الصعرية على مظنها من الواقع بما يحمل الخير لدينهم ووطنهم وأمتهم والبشرية جمعاء ويشرفني سيادة الرئيس أن أقدم لسيادتكم هدية وزارة الأوقاف نسخةً كريمة من كتاب الله عز وجل سائلًا لله عز وجل أن يحفظكم لمصر وأهلها قائدًا حكيمًا وأن يُديم على سيادتكم فضله ونعمه وكل عام وسيادتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته